لماذا دخلوا؟ ولماذا نسحبوا؟ ولماذا الآن يعودون؟ بدنا تحية لك والأخ شام من بغداد خلنا نتحدث بصراحة أكثر إحنا نقدر الظرف يعني إحنا نعيش في بغداد ونعرف خطورة البوح بالكلمة بشكل صريح هذه عصابات إجرامية تسلقت على الوضع السياسي وبالتالي اليوم تريد أن تنفك من هذه الجريمة اللي مارستها بحق العراقيين بشتى الأنواع والمسميات ما حصل في ثورة تشرين التي ثبتت ركائزها ليست فقط في السلمية في الوعي الذاتي اللي تحدثنا عنه مع جنابك في أول لقاء كان عبر الهاتف أنه هذه الثورة هي سوف تطهر ذاتها واحد هي سوف تخلق جسدها هي التي سوف توجد نظرياتها ونظريات ثورة تشرين عميقة جدا منها المشهد اليوم هذا المشهد اللي حصل اليوم طلبة الجامعات وطلبة المدارس عندما يخرجوا بهذا العنفوان ومتحدين قتل بالأمس أشير لهم بأن جزء منهم كانوا مرفوضين حتى من منظومتهم وأنهم متهمين بجراءة قتل وبالتالي هؤلاء كانوا ينتظروا هذه الشباب والشابات ولكن مع ذلك لم يتراجعوا ما حصل هو كان محاولة فرض معادلة سياسية جديدة في العراق توهم من اقتنع بأنه سوف تمضي اعتقدوا بأنه مسألة التكليف ثم المرور لتطويق الاعتصامات سوف تنهي الأوضاع وهذه قراءة بسيطة طبعا قراءة تبتعد عن المعادلة الكونية في العراق وتحدثنا فيما معنى المعادلة الكونية العراق الآن هو صلب معادلة كونية يوعدنا الأدلة والأرقام والوقت لو يتاح نشرحها بالدقة اليوم قصة مو قصة مطعم تركي نسحبه من عنده الشباب وبعد شوية جاهم أمر لازم ترجعون هذه معناها محاولة للاستمرار الحقيقة في فرض الإرادة اليوم هذا المشروع اللي يحاول كسر إرادة الشعب العراقي نهزم الآن ما انتهى لكن هو نهزم هي حرب فيها معارك هذه المعركة هي ليست الأولى لذلك أقول هم انسحبوا تحت ضغط الجماهير انسحبوا بعد الفضيحة التي حصلت انسحبوا بعد أن انكشفت الحقيقة العوارات كلها أصبحت الآن واضحة ما في عنوان ممكن يتستر خلفه لذلك هو هذا اللي حصل القيادات كلها مرتبكة طبعا بالمناسبة هناك جزء من الوضع السياسي الآن فرح بما حصل وخصوصا خصوم السيدسة قبل أن أدخل بهذا هذا عوامل مساعدة المعادلة السياسية الجديدة التي يحاول البعض أن يفرضها ما هي؟ أنا أقول لك بكل صراحة تشكيل حكومة بإرادة سياسية منفردة وليست إرادة سياسية جامعة وكان يعتقدوا أنه إذا تم تمرير السيد علاوي من قبل السائرون بالتالي الصدريون هذا قد يرضي الشارع نسبيا وهذا طبعا إذا تم الأمر رح تشكل حكومة تحت المظلة هذه هذه المظلة واضحة ما المقصود بالمظلة ننتقل بعدها لنجمع كل الفصائل المسلحة والميليشيات لتكون على نفس المظلة والثالث نتعاطى مع الشارع وفق المعطيات الجديدة هذه هي البلان هي هاي الخطة اللي وضعت على العجالة طبعا هنانا كثير رأسا يفكر بالنحجة يشكل يفكر بإيران إيران مظلت عندها أوراق لعب مشروع حنهدم مع سليماني انتهى المشروع يعني تنفي الأذرع اللي موجودة الآن هم أنها غير فاعلة لا هي انتهت هو انتهت لأنه كان مشروع العفو العراق جزء أساسي من هذا المشروع في المنطقة لاحظ كيف لما ينظروا لما يذهب أو يختفي قائد المشروع قائد المشروع والمحرك الأساسي إليه ماكو قيادة تقدر تعوض هذا الفراغ هاي وحده لذلك العراق بقى بقى مرحلة توازن بالنسبة للأمريكان محاولة خلق من عنده وازن نوعي أمام الأمريكان وكذا والأمريكان مكثير مهتمين ترى هالسلو يسير ما يسير في العراق خلاص عندهم بلان مع الإيرانيين تصلهم فيما بعد إلى مستوى آخر من المواجهة مع الإيرانيين ليست الحرب اللي كنا نتحدث بها قبل سنتين المواجهة في طياته لذلك الإيرانيين ممكن لشي هوية راح يخسرون إذا هاي المعادلة اللي تحدثنا عنها ما مشت بالعكس قد يضحوا بمن يعني أدار هذا المشروع هذا هو اللي التحول الجاي هذا شنطانة مطانة زخم لثورة تشرين لأن دماء الشهداء الحق عبدت كل الوسائل والطرق إلى الوصول إلى جادة الانتصار هذه هي القصة اللي لازم نركلنها هس اللي يريد يؤمن خلي يؤمن والما يؤمن الأيام ثابتة لما نتحدث نحن نتحدث عن خمسة أشهر دخلنا في الشهر الخامس شباب صبية عجائز شيوخ كل العراق ملتهب حتى اللي تراه صامت هو مو صامت هو مخطوف الصوت منه صوته مبحوح مدى يوصل